الميزان. مبدئيا. مبدئيا يا ميزان عندك شوية مشاكل ولكن محلولة. يعني هي مشاكل سهلة الحل. سهلة الفك. سهلة التدارك كده. ان الواحد يعني يقدر يعديها بسهولة ان شاء الله. هي مشاكل اولا واخيرا بسبب خلافات مادية. ممكن تكون خلافات على ورس او خلافات في شراكة مع حد معين. ولكن هتتفك الخلافات دي وهيكون في خير ورزق كويس قوي. هيدخلوكم يا برج الميزان. عارفة ان انتوا صبرتوا كتير. قاعدين كتير. مستنين كتير. الدنيا عندكم بايضة بقالها فترة وبتعانم. ولكن فرجوا قريب. ليكم الشهر ده ان شاء الله انطلاق تحقيق اهداف نجاحات متعددة على المجال الدراسي والعملي. فرص كتير جدا. هتكون قدامكم وقدامكم ان انتم تستمعوا آآ ليها وتحاولوا ان انتم تقتنسوها او تحصلوا عليها. علشان خاطر آآ ايامكم تكون اسعد واهنى. ساعات كده في فرص بتعدى على البناء ادم لو سبها تعدي من بين ايديه بيخسر كتير. فياريت تكونوا منتبهين للفرص او اللمحات اللي هتتعرضوا ليها يا برج الميزان وتعرفهم. ازاي تقتنسوا الفرصة. ازاي تكسبوها وازاي تستفيدوا منها. آآ ونجاحات طبعا نجاحات ان شاء الله في المجال الدراسي. آآ بالنسبة للحب الحبيب القديم اللي بعد واللي هجر واللي عاش حياته بشكل او باخر. ممكن يكون قام بخطبة ممكن يكون حتى قام بزيجة. واسابكم لفترة كبيرة من الزمن وفاكر ان هو هيرجع يتلاقيكم بحطة ايده. زي ما حطوكم زي ما هيرجع يلاقيكم. آآ الحكاية وما فيها ان بالفعل آآ انتم موجودين ولكن ما بقتوش زي ما انتم. اتغير حاجات كتيرة جواكم. اتقسرت حاجات كتيرة واتبنت حاجات كتيرة. امور كتيرة وضحت وظهرت للعينين بحقيقة. آآ معظمكم مقدرش يحب تاني مقدرش يدخل في علاقة تاني. كانت الدنيا مضلمة او مسددة في وشه ما هواش عايز يلجأ لاي حب تاني. آآ ولا حتى ان هو يرجع للحب الاولاني. هو يأس من فكرة الحب اساسا. او كفر بالفكرة. يعني خلاص انا معينتش اؤمن بالحب. معينتش مفيش حاجة سماها في الحياة. حب. مفيش حب لا حقيقي. ولا حب من الاصل. آآ نويتم ان انتو تحققوا نفسكم او انكم بتحطوا مجهودكو كله في الشغل او تتفانوا في خدمة اللي حواليكم اكتر من انكم تفكروا في قلبكم وفي ساعدتكم. آآ معظمكم لان دي فكرة حلوة جدا. الواحد يلهي نفسه كده وما يبقاش مركز قوي. ويبقى بيحب الحياة بشكل او باخر. يعني انا هحب مساعدة غيري اكتر ما انا احب مساعدة نفسي. آآآ. الحبيب ده راجع ندمان. وآآ نفسه انه هو يبدأ معاكم من اول وجديد. ليه كحرية الاختيار. ما بقى انكم تاخدوه وتسمعوه وتشوفوه وتعيشوا معه تاني. او انكم تبدأوا بداية جديدة نهائيا. وبالفعل ليكم بدايات جديدة. بدايات جديدة سعادة جديدة مع انسان جديد. طبعا كله تبع رغباتكم. محدش يقدر يمل عليكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. كل واحد هو قدرى بمصلحته ومنفعته. آآ بالنسبة للعطفة زي ما احنا شايفينا هوت. في رجوع في ندم. في حتة كده لعب على المناطق الحساسة بتاعت الحب بتاعت زمان والعطفة اللي جواكم. واللي هي ما اتدفنتش الى الابد يعني اللي لسه موجودة. آآ هتحاولوا ان انتم آآ تسامحوا كان بها. مش هتقدروا ان انتم تسامحوا. يا ريت تعرفوه. ان الانتظار ما فيش منه مفايدة. ولو ان في بعضكم عايزين فكرة الانتقام. انا عايق. مش الانتقام اللي هو اخد حقي. يجيلي وانا ارفضه. آآ اعرف ان ربنا جاب لي حقي. وفي بعضكم طبعا هيقبل بفكرة الرجوع والصرح وان احنا نرجع لبعض والحب تاني. بس في نفس الوقت هيكون حريص اكتر من المرة اللي فاتت. بالنسبة للصحة. بالنسبة للصحة لبرج الميزان. فالصحة كانت بعافية زي ما بيقولوا كده. كان في وعكة صحية بتمر بيها يا برج الميزان. كانت صعبة جدا. كانت مرة بيك بصعوبة. آآ كنت حاسس ان انت ممكن ما تخرجش من الازمة ديت. او الازمة الصحية ديت زي ما بيقولوا كده اخدت منك رئات. حسيت ان هي آآ كانت آآ مرحلة كان لازم تعدي فيها علشان تنقي نفسك من جوة. وعلشان يعني تحس قد ايه بنعم ربنا حواليك. طبعا انت مش انسان مش عارف النعم. انت عارفها. ولكن كانت مرت عليك فق مرحلة من اليأس والاكتئاب. انت رفضت اصلا العيشة وما كنت رافض اصلا ان انت تعيش. ولكن بعد الوعكة ديت ركع احساسك بالحيوية والنشاط وحب الحياة من اول وجديد. طبعا لبعضكم. لبعضكم فيه هيكون فرصة لعمل جديد او شغل جديد. بدايات جديدة ليكم في معظم المجالات. طبعا وحسب رغبتكم انتو اللي بتختارهم تبدأوا بدايات جديدة. البدايات دي ممكن تكون عاطفية. ممكن تكون عملية. فيه طاقة شفاء كبيرة ونصر من عند ربنا. هيبعته لكم. هتشوفهم النصر من عند ربنا. يبعت لك حاجة تبين لك ان انت الحمد لله كويس وتمام. وان ربنا بيجيب لك حق اكل عندك وانت قاعد من غير ما تتكلم. من غير ما ما تنزل. من غير ما تقول حاجة بس يعني ولا حتى تعبر اي تعبير. ربنا هيجيب لك حقك وهيورهولك قدام عينك وهو بياخدهولك من اللي ظلمك يا برج الميزان. ايامكم كلها ساعدة وهنا. خلينا نشوف اكتر بالنسبة للشغل. بالنسبة للشغل عشان الناس اللي قالتلي قليلي شوية من العطفة وتكلم عن الشغل. عطفة ايه اللي احنا عايزينها وحب ايه اللي بنفكر فيه. احنا بنفكر في العمل وبنفكر في الفلوس والمادة والدنيا هتمشي ازاي. احنا مش في ظروف ابدا للحب. فتمام. نقول لهم الجزئية بتاعتهم واحنا قلنا الجزئيات اللي قبلي جيد. اللي بيقول لك انت ليك حازم لامورك. بدايات جديدة. نجاحات جديدة. مشروع انت كنت بدءه. فاخد الامل نهائي ان هو هيجيب اي ارباح. خلاص او شكت ان انت تقفله او حتى تلغيه. اه هيبدأ يؤتي ثماره ولكن ثمار بطيئة في الاول او قليلة في الاول. بعد كده هتبدأ الثمار اه والانتاجية تعلى وتزيد. وهيبدأ نجاحك يتشاهد ويتشاف. وهتعمل ممكن يعني مثلا لو هتوسع المشروع ده هتنتج فيه اكتر. اه هيبقى فيه تحسن ملحوظ لدخلك وحياتك كلها بناء عليه. اه طبعا هنيجي بقى السؤال التقليدي. طيب بالنسبة للعزاب واه اه ايه مصرهم والمتاخرين الزواج. هنرد عليهم علشان دول يعني اكتر ناس عايزين امل وعايزين حب في الايام اللي جاية. هنقول ان فيه عندكم عروض خطبة وعروض زواج ان شاء الله. فيه تأسيس لبيوت. اه فيه كمان خلينا نقول فيه فرصة لانجاب. اه لمتاخرين الانجاب. واللي ربنا ادالها بنات ربنا هيرزقها بالولد ان شاء الله. اه فيه ناس كتيرة بطلبوا الطلب ده. فطبعا ربنا ان شاء الله هيديهم فيه فرصة كبيرة في الفترة دي الانجاب الزكور. اه ان شاء الله اه 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 اللي محتار بين حبين وبين شخصين اه هتقدر تقرر بسهولة وهتقدر ترسع البر بسهولة وهتلاقي ساعتك مع اللي انت تحبه واللي انت ترتاح له ان شاء الله. بحبكم دايما كلكم في الله ولله وعايزة لو سمحتم لو سمحتم ان فضلكم ما تنسونش من اللايك والاشتراك في القناة وتشيري الفيديو لكل اصحابكم وحبيبكم. وتعريف اصحابكم بقناتي علشان يشتركوا عليها عايزين كبر. عايزين ان شاء الله قبل نهاية السنة نكون تمينة المت الف. اه عايزة القناة تكبر اه بيكم و اه وليا علشان يبقى عندي دافع ان انا اشتغلكم اكتر وان انا اه ابس فيكم روح الامل والتفاقل اكتر. بحبكم كلكم اه اترككم في رعاية الله وامنة مع السلامة. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة